السلام عليكم كديري اللبس عليكم معكم القناة ديالشيوات أمبايا المراكشية اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم كروسة على شكل وريضات كروسة ناجحة وسهلة واقتصادية وغادي نجح لكم ان شاء الله من اول مرة وانا اكيدة الى جربتها ما غاديش تندمو عليها بدون تعقيدات بدون عاجين موراق ان شاء الله هاد جربوها وغادي تشكروني عليها تنتمنى هاد كروسة لغادي نحضر معاكم اليوم تنال اعجاب ديالكم وبصحة والراحة غادي نحتاجو في المقادر ديالها نسكيلو ديال دقيق الابيض يكون مغربل دقيق الحلويات كاس اللاروب ديال الحليب كاس اللاروب ديال المدافي نسكاس ديال الزيت بعبار العنبة ابيض بيضة معلقة كبيرة ديال الخميرات العجين واحد القبيصة ديال الملحة زوج معا الكبار ديال السكر سانيدة غادي نحتاجو لطوريق ديالها واحد مئة جرام ديال الزبدة ما غاديش نحتاجوها كاملة واحد صفر ديال البيضة وشوية ديال الزنجلان الابيض لتزين غادي ندوزوا على بركة اللاروب العجين غادي ندرو فيها واحد القبيصة ديال الملحة غادي نزيدوا على دوك جوج معا الكبار ديال السكر سانيدة معلقة كبيرة ديال الخميرة خميرات العجين غادي نخلطوا دوك النواشف غادي نزيد عليهم ابيض بيضة غادي نبدا نعجل العجين ديالي نزيد كاس اللاروب ديال الماء لما يكون دافي كاس اللاروب ديال الحليب غادي نزيد بشوي بشوي حتى دخلط لي العجينة سوف يبعد ماء جمعت العجين ديالي ديال اكتها مزيان عندما شوفوا شكل ديالها تتهز كاس اللاروب ديال الماء الزاتهم اليها كاملين غادي نغطيها وغادي نخليها احطي ضعف الحاجم ديالها بعد ما يضعف الحاجم ديالها انطلاقها وان شاء الله هاي العجين بعد ما اضعف الحاجم ديالها غادي نجيب واحد شوية ديال الزيت وغادي نحيد من ديك العجين اللي هو نخرج من هادك اللي هو غادي نحطها انفق الصدح ديال العامل غادي ندهر رخامة غادي ندهنها بشوي ديال الزيت فقاشو بتنورق ديك العجينة ونبقا سنورق فيها غير بيدية بحال هاد شكل هاكا سنورق وتنجب الدها باش نديرها لحس على شكل مربع ندير شوية ديال لي شوية ديال الزيت ماشي بزاف غير باش ما تلسقش ليا العجينة هاي العاجين بعد ما تورقات غادي نجيب ديك ميات غرام ديال الزبدة اللي تكون بدراجة ديال الحرارات المطبخ وغادي ندهن هاديك العاجين ماشي بزاف غير شوية لما ماشي ماشي بزاف ديال الزبدة بحال هاد شكل هاكا وغادي نطويه حتى اللي نص لا يوجد مشكلة وخطط علي العجينة لا يوجد مشكلة سوف نقضي القناة مع القنط بشكل كبير سنعود ونهز هذا الجزء ونضعه فوق الاخر بعد ما طويتها سنجيب النص ديال هذا العجين ديال هذا المستطيل سنقضي فيها زبدة بحالة شكل هكي ونهز النص الاخرون نطويع عليه بهذه الطريقة سنقضي عليه قليلا نقرسه قليلا ونخليه حتى يتراجع قليلا قليلا يعود باش يجينه سهل باش نقرسه دابا هيا بعد ما طرخات العجينة ديالنا سنقرسها ونقرسه ونقرسه دوك جناب باش ما يجيوش غلاد وحنا تنورقه بحالة شكل هكي وماشي مشكلة وخط قطع ماشي مشكلة هيا بعد ما طرخات هانتو ما شوفو هادي نجيب واحد القطاعة ديال البيتزا ونقطع بها من راس تار راس هانتو ما بهذا العرض هاد شوفو الشكل تقريبا بحالة سوف نقطع العجين كاملة بهذا الشكل هكي سوف يبعد ما طرخات العجينة كاملة باش غادي نجيب واحد للطرف منها غادي ندير غادي نهز القنط ونديره فوق الراس الاخر تنطويها على جوج وتنشد هاتها اللويها بهذا الطريقة هانتو ما شوفو غادي نمشي الراس الاخر غادي اللويها بالعكس ديالها هاد الشكل بحالة غادي ندو زبحين لو تنعقد هاد العجينة باش غادي ندير هادوك القناة التحت هلاكا غادي ندير هون فلاطة اللي تكون مدهونة بالزيت ولا نديروا فيها القاعد ديال الزبدة غادي نجيب واحد القيطعة وحدة اخرات تاهية غادي ندير لها نفس الشكل هاتو ما شوفو هاد القناة تندخلوه من الداخل بحالة بيتنعقدها وتندخلها لداخل تنهزو ذاك النص وتنديرو على النص الاخر بحالة 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 تنعقدها وانا في نفس الوقت هادوك الريوس اللي تبقى وتندخلو من الداخل طاب تنديرها فلاطة اللي تكون مدهونة بعدما سالية العجين ديالي كامل غادي نخليه واحد القسمة حتى يضاعف الحاجم ديالو بعدما خمرات كرواصة وضاعف الحاجم ديالها غادي نجيب واحد أصفر ديال البيضاء مخلطة مع شوية ديال القهوة سريعات الدوابن وشوية ديال الحليب باش يكون لون يكون لون ضغي ويكون زوين تندهنو غير بشوية هاد الكرواصة باش ما تنزلش بهاتش كلاكا هيب شوية حقا باش مخلطة مع شوية ديال HOLE يكون لون ضغي بشوية ديالنا ازاجي نجيب بس ثقانة ازاجي سوف نقوم بفق الكروسة في واحد قنية واحد المهمة غير كيف تستغنى سوف نقوم بفق الكروسة سوف نقوم بفق الكروسة سوف نقوم بفق الكروسة قوم بفق الكروسة ثم نحن نشاهد الشكل النهائي هذه الكروسة ديال اليومollلي قديت معكم هأنتو ما شوفوا الشكل النهائي ديالها هأنتو ما شوفوها من الداخل كي تدجي تدجي مورقة وغذالة وخاوية من الداخل هأنتو ما شوفوا الشكل ديالها كي تدجي تنتمنا تجربوها إن شاء الله وما غديش تندمو عليها وانا اكيدة ما غديش تستغنو عليها إن شاء الله وتنتمنا ت scrambledها وثنان الإعجاب وما تنسونيش من لايكات ديالكم ومن ترجاعات ديالكم وبصحة والراحة بصحتكم